موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 أنا عارفه والرجل اشتغل هنا في دجلة معنا واعتقل انه دارس لأفريقيا كويس جدا وسبق انه هو درب مازين بي واخد بطولة تقريبا معهم والرجل عنده باع كبير في أفريقيا فبالتالي هو يعلم يعني قد ايه اهمية المباراة الاولى لما توقف ملعبك لا بد ان يبقى فيه اتزان في الأداء ما يبقاش فيه هجوم على حساب الناحة الدفاعية ما يبقاش فيه دفاع زيادة عن اللزوم ولي ان انت مطالب انك تعمل النتيجة فبالتالي هنا لازم يكون فيه اتزان في خلال التسعين ديئة تقدر تقود المباراة لان برضو انت ممكن تكسب هدف واثنين وبعد يجي فيه جول يعكنن لك العملية كلها فانت مطالب دايما في التسعين ديئة تلعب بحكمة وباتزان انت بتتكلم على عايز تعمل نتيجة طيبة نتيجة طيبة تتيجي من انك بتدفع كويس وبتهاجم كويس فاذا كل العيد على عاطقه هذه المسئولية حتى من المهاجمين لازم يقوم في المنطقة بتاعته بالدفاع وبيقوم بالواجب الدفاعي المدافعين لازم يقوم فيه مساندة ليهم المهاجمين لازم يكون ليهم مساندة فما تدرش تحدد حد بعينه ان انت لانه ممكن المنافس يقعان من حسابه ان فيه فلان نهاردة فايق مثلا وليد فايق ويقول لك ألعب عليه لا انت انه قدر تلعب مفاتيح اللعب في النادي الاهلي كتيرة ما هواش قدر اقول ان فيه عنده لعيب واحد هو مفتاح لعب دي بيتميز النادي الاهلي عنديه كتيرة انه عنده مفاتيح لعب كتيرة الترجي انا شايفه ليس في افضل حالاته يعني ما قدرش اقول الترجي هو الترجي بتاع فطرة فاتت كان عنده مجموعة لعيبة جامدة جدا وكان صعب المراس لكن الترجي في المتناول عشان كده انا بقول لكورة الاهلي سريعة ممكن تعمل يعني ما يخدكش للبطء بتاع الشمال الافريكي يعني ما يخدش لعيبة النادي الاهلي حتة انه تعد بقى وتجهز وتحضر والبطء المتناهي وخصوصا في المباراة بتاعة القاهرة الاهلي عنده خبرة انه عايز ينهي المباراة هنا فبالتالي انا بشوف كافة الاهلي ارجح بشوف الترجي ليس في افضل حالاته يعني حتى بيكسب مش مقنع يعني ما تجي تتكلم على حتى المباراة اللي كسبها في ملعبه كانت اربعة ثلاثة تقريبا اربعة اثنين او اربعة ثلاثة كان مهدد فاعتقد انه ما هوش لكن لازم النادي الاهلي او العيد النادي الاهلي زي ما قلت تنسى الترجي وتفكر انه ده مباراة تحسن بطولة افراد وبالتالي انا المنافس باحترم وبقدره جدا لكن شايف كافة النادي الاهلي في الناحية الفنية اعلى ولابد من استثمار المباراة الاولى فانك تلعب على ملعبك فانك رتم ادائك يبقى اسرع الترجي ما ياخدكش ديه البطء النهائي كل اللعيبة بتشيل من دمخه كل حاجة معادة التسعين ديه بتوع المباراة بتوع النهائي بصرف النظر عن انك بتغير المدرب او هو اسلح زوحدين على الفكرة ممكن يبقى معاك يبقى ضدك يبقى المدرب مثلا مش عارف قدرات اللعيبة اكتر لكن في كل الحالات اللعيب مدام يوصل للنهائي سوى كان الترجي او الاهلي انتهى موضوع المدرب هنا ده دور احنا دايما حتى نقول اللعيبة ده النهار ده دورك المدرب مدام يوصل للنهائي عمل دوره ومشي مشواره بنجاح النهار ده دور اللعيبة انت عايز طموحاتك توصل انت عايز تحقق مجد لنفسك وعايز تحقق للنادي بتاعك مجد وتقول انا من ضمن مجموعة لجبنة بطولة افريقيا ده هنا بتبقى المسؤولية ودوافع اللعيبها هنا لازم تبقى عالية جدا لان هي في الاخر وفي الاول هي بتحسم امور كتيرة في الملعب الاهلي متمرس الاهلي عنده خبرة بالمواقف النهائية وعنده قدرة على انه يتماسك في الظروف الصعبة اكتر لو منقول انه تونس او الفريق الترجي عنده طموحات عالية وعنده لكن في الاول في الاخر برضو قدراتك يعني انت اه كل الفريتين مؤكنا عندهم طموحات عالية الفريتين كلهم عايزين اللي اتنين عايزين ياخدوا البطولة لكن برضو اشايف ان قدرات الاهلي ومفاتيح لعب الاهلي اعلى واكتر خبرات الاهلي اعلى على اللعيب انها تحط الكلام ده قدامها والملعب طبعا في الاول وفي الاخر لا يعترف بالتاريخ الملعب يعترف بالواقع فلابد ان كل عدة الاهلي بالجهاز الفني واقعيين في هذا اليوم اللي عايز يبقى بطل وبيلعب في اكثر مسابقة وعايز يبقى يعني كده لازم يكون عدد العدة بانه حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي انه يقدر يلعب هنا ويقدر يلعب هنا يقدر يخوض هنا ويخوض هنا لانه برضو انت بتكلم في مجموعة لعيبة برضو في المتناول يعني عندك لعيبة النادي الاهلي عنده لعيبة وعنده دكة بودلاء كويسة جدا وعنده عناصر طيبة جدا فبالتالي اعتقد ان الاهلي يقدر يسد هنا ويسد هنا مفيش مشاكل الاصابات دي واقع يعني امر واقع عليك وعلى الفرقة التانية يعني يعني ممكن جدا الاصابة بتبقى الفرقة التانية يغيب عنها وعيب او اتنين اصابات ممكن الاهلي لكن انا بقولك الاهلي عنده بدائل وبدائل كويسة جدا يعني بحيث مقدرش اقولك اللي برة ده بديل لا بالعكس ده لعيب ولعيب لما ينزل يبقى بيقدر يقضي دوره على اكمل ما يكون في كافة الاهلي ارجح مش عايزة كلام يعني الاهلي يكسب كافته ارجح يعني بكام بقى ما تعرفش يعني تجيب كام ما تقدم الدرش تخمنها الا من خلال لو شفت مثلا الشوط الاولاني تده تقول اه الاهلي الموتش ده بيوصل كتير اللعيبت الاهلي النهاردة في احسن حالتهم الاهلي بيوصل من اسرع من اقرف سكة بيبان من الاولاء النهاردة في اهداف بيبان لكن غيابيا كده صعب كل التمانيات وبالتوفيق الاهلي وجمهور الاهلي وجبقى اعتبر جمهور مصر كله لان في مبارات الاسماعيلي انا شفت حقيقي كان جمهور مصر كله ورا الناد الاسماعيلي اشتركوا في القناة